بعد خطاب ملك امري يشكر هكران هذا هو عمله تعرض يليز تنظيم حفل في المنزل بعد خطاب ملاك امري يقبل هذا تنظم يليز الاستعدادات للحفلة في المنزل لقد بدأ الملاك الآن يتكلم الجميع في القصر وخاصة امري سعداء جدا بهذا الوضع يعتقد احد السادة الذين جاءوا الى القصر ان هكران وامري مخطوبان ترى يليز هذا وتغضبه عندما يهين هكران بشدة ينزعج هكران بشدة يواصل بركاي التسوق لشراء كريمان عندما يحضر الى المنزل ما اشتراه تمسك به اليف تدرك اليف ان بركاي يتسوق لشراء كريمان يحاول خيرا معرفة ما يزعج ملاك لكن ملاك لا تستطيع ان تقول اي شيء لأي شخص لان يليز تهددها يخبر هكران امري انهم بحاجة للحصول على دعم طبيب نفساني لمليكة تطلب يليز من الطبيب النفسي ان يتحدث معها كما لو كان مقدم الرعاية لها هو المسؤول عن وضع ملاك هكران يؤذي ملاك ويجب عليه مغادرة هذا القصر على الفور قبل ان يتمكن امري من فهم ما يحدث يواجه ازمة جديدة من ملاك امري مثل ما كان على وشك ان يغضب منه كران تتدخل ملك وتتحدث يقول له ان لا يغضب على والده تفاجأ امري بكلام ابنته عندما تدرك كريمان ان بركاي تحب اليف يستخدمها انه يجعل بركاي يحصل على ما يريد يسقط بركاي هويته الجامعية اثناء مغادرة كريمان ينظر كريمان الى الهوية في مفاجأة تتصرف ملك بالاستياء تجاه هكران لكنها بعد ذلك لا تستطيع تحمل ذلك وتعانقه عندما يعود هكران الى القصر يزداد التوتر في القصر نظرا لان ييلز وولي لا يستطيعان التخلص من هكران فانهما في عجلة من امرهما لاجراء الخطوبة في اقرب وقت ممكن كما تدعمهم نورتين في هذا الصدد يقوم بتنظيم عشاء لامري ويلز حيث سيكونان بمفردهما ويقرران موعد الخطوبة عندما تعلم ملاك ذلك تنسحب انها لا تريد ان تكون يليز والدتها اللطيفة امري ويلز يخرجان لتناول العشاء يوافق امري على تحديد تاريخ الخطوبة يحاول هكران اقناع ملاك بالتحدث بينما كانت ملك على وشك الاعتراف لهكران بان يليز عملتها معاملة سيئة تأتي يليز عندما تسأل هكران ممن تخاف تقول ملك يليز يقول يأتي بيركاي ودرويش الى منزل كريمان لقد قاموا بالتسوق بينما كان بيركاي في منزل إليف كان جلال في الخارج يراقبهم بغيرة عندما يغادر هكران العمل تتوقف ملك عن الاكل او الشرب يعامل يليز بتذمر انه يفتقد هكران من ناحية اخرى يأمل امري في عودة هكران لكن هكران لا يعود الى العمل ملاك تواجه ازمة في القصر امري يشعر بالقلق الشديد يأتون الى منزل هكران مع ملك ويحاولون اقناع هكران بالعودة لكن هكران لا يعود يندم عليه لاحقا يفكر في ملاك طوال الوقت اخيرا لا يستطيع التحمل ويأتي الى القصر لملك لكن ملاك شعرت بالاهانة منه جاء بيركاي الى منزل كريمان للاصلاحات عندما تراه اليف في المنزل تتساءل عن سبب مجيئه اخبر كريمان بيركاي انه اجر الاصلاحات لكن اليف لم تصدقه وادركت ان بيركاي يزيف ذلك لم تعد هكران تتحمل العقد المفروض عليها وعلى كلمات امري الجارحة وتستقيل لم يوقع هكران على العقد الذي اعده امري ويغادر القصر علية ويلز سعيدان جدا بهذا الموقف لقد تحرر اخيرا من هكران لم تعد هكران تتحمل العقد المفروض عليها وعلى كلمات امري الجارحة وتستقيل ملاك حزينة جدا لرؤية هكران يغادر المنزلة يذهب سرا الى الحي للعثور على هكران عندما يدرك الناس في القصر انملاك مفقودة يصبح كل شيء معقدا عندما يبدأ امري واو هكران في البحث عن ملك معا فان اخبار الحادث على راديو الشرطة مفجعة تعرضت فتاة صغيرة مطابقة لوصف ملاك لحادث مع الاخبار السيئة اصيب امري وهكران بالدمار ومع ذلك تبدو ملاك اكثر سعادة من اي وقت مضى اثناء اللعب مع الاطفال في الحي عندما يرى امري ابنته بهذه الحالة لا يستطيع حبس دموعه من السعادة ويعانق ابنته ملك يدعو امري باء الاب بعد سنوات هكران يبتعد دون ان يقول اي شيء بينما يقضي بيركاي وقتا ممتعا مع اصدقائه في مكان ما يأتي جلال الى المكان يهرب بيركاي في اللحظة الاخيرة دون ان يراه جلال سيأخذ هكران ملاك الى المدرسة في حيهم للتواصل الاجتماعي يسمح امري لهكران باخذ ملك الى المدرسة يليز تذهب معهم تتسبب يليز في اصابة ملك في المدرسة بخطتها ثم يقنع امري بان هكران هو المسؤول عن ذلك يضع امري عقدا اعده لابقاء هكران تحت السيطرة وتحديد حدودها امام هكران ويطلب منها التوقيع عليه تظل هكران مصدومة بينما يعمل بيركاي في ورشة الاصلاح يأتي العملاء الذين يعرفونه يواجه بيركاي صعوبة في محاولة عدم الكشف عن الوضع لدرويش يحاول ان لا يراه العملاء القادمون اليف تأتي الى ورشة التصليح لديهم انطباع مؤقت مع بيركاي يبدأ امري بالاتفاق مع هكران ستكون ملاك افضل مع ذكريات والدتها والتواصل الاجتماعي يليز لا يستطيع ان يتسامح مع قرب ملك وهكران وبغض النظر عما يفعله لا يستطيع ان يجعل هكران يسقط من عيون امري يدرك انه يحتاج الى كسب تأييد امري ويبدأ في التقرب من ملك لكن ملك تخاف منه بدأ امري في التليين يعطي هكران الاذن باخراج ملاك تتفاجأ هكران بوجود صورة مارال وملك بجانب سرير ملاك انه سعيد لان امري جاء الى كلماته عندما يمرض ايبو الذي يجمع الورقة في الحي تعيده اليف الى المنزل وتعتني به عندما يأتي هكران يعتني بها من ناحية اخرى تشعر كيريمان بعدم الارتياح لوجود ايبو في المنزل ومن اجل اثارة اعجاب اليف التي نشأت بدون اب قرر بيركاي ان يتعامل معها بعطف الاب تواصل هكران العمل لكنها مستاءة جدا من امري من ناحية اخرى امري مصمم على معرفة من وضع المال في حقيبة هكران تعتقد يليز ان الهدية التي اشترها امري هي لها عندما يضغط امري على يليز تعترف يليز بانها وضعت المال في حقيبة هكران